اشتركوا في القناة وعلى ضلالا بعيدا يطلب الله عز وجل من المؤمنين أن يؤمنوا ويزدادوا إيمانا في دلالة على أهمية الإيمان ومركزيته في الإسلام لكن هذا الإيمان كيف يتشكل في الإنسان وكيف يثمر في سيوك المؤمنين وعلى جوارحهم كلها ثم كيف ينعكس على تصوراتهم للحياة والواقع هذا ما أبحثه في حلقة اليوم مع ضيفي الكريم الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور بداية كما هي جرت العادة ندخل إلى صلب الموضوع من باب الإيمان كتعريف وإبراز هذا المفهوم ما الإيمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن التعريفات الاصطلاحية دعني أقول بوضوح أن الإيمان هو أن يعلم الإنسان ويطمئن إلى الإجابة عن الأسئلة الكبرى في حياته من أين أتى؟ كيف نشأ هذا الكون وكيف وجد؟ لأي غاية هو موجود في هذا الكون؟ ما مصيره بعد نهاية هذه الحياة؟ ما الذي يجب عليه أن يفعله في هذه الحياة؟ هذه الأسئلة الخمسة الكبرى إذا اطمأن القلب إلى إجابتها بشكل صحيح فقد وصل إلى الإيمان حقا وإذا تعثر في واحد منها وما أكثر المتعسلين عبر تاريخ البشرية في الإجابة عن هذه الأسئلة فقد فقد بوصلة الإيمان ودخل في التيه الذي لا ينتهي والذي يورثه حياة بدون شك فاسدة ويورثه ألما ويعني عذابا نفسيا ربما لا ينقطع وللأسف شديد يورثه شقاء أخرويا عندما يقضم على الله رب العالمين والإسلام دلنا بوضوح وتفصيل على إجابات هذه الأسئلة يعني أكثر ما شغل العقل المعاصر خاصة هو نشأة هذا الكون ونشأة الإنسان وأصرت العقلية الغربية بماديتها على أن تفسر الإنسان تفسيرا ماديا في تقدير حطت من قدره كثيرا ما هو الإنسان عندهم؟ ومجرد حيوان أكثر رقيا مجموعة سلسلة من الحيوانات تطورت عبر نظريات داروين حتى تمكنت القردة عبر طفرة جينية من أن تتحول إلى بشر دائما صدفة حاضرة طفرة جينية يعني صدفة آه العشوائية نعم ويعني شيء عجيب أن يفسر كون بهذا الانتظام العجيب وهذه الدقة المبهرة وهذه الأفلاك التي تتحرك فلا تتصادم والقوانين التي تعمل فلا تتعارض في الفلك والأرض والخلق في الزرع والنبات والحيوان والإنسان هذا النظام العجيب الدقيق المبهر عجيب أن يفسر بالعشوائية أنه نشأ من تفاعلات عشوائية أدت إلى هذا النظام الرئيب ولذلك أحد الملحدين الكبار في هذا العصر الذي انتهى في نهاية المطافة في الرابعة والثمانين من عمره إلى الإيمان بوجود الله وبعد أن نظر للإلحادي أكثر من خمسين سنة وكتب فيه كتب مشهورة زي في اللهوت وحتمية الإلحاد وإلى آخره أنتوني فلو انتهى في نهايات عمره إلى الإيمان بوجود الله وكان أحد المداخل لذلك أنه في مناظرة من المناظرات وقضية الإيمان والإلحاد قضية متفاعلة في الغرب نعم يعقد لها كل عام مئات المناظرات والمحاورات في إحدى المناظرات أحد مناظري قال له يا أخي إحنا عملنا تجربة بسيطة جدا جئنا بستة من القردة وعلمناها أن تكتب على الكيبورد في اللابتوب توحية المفاتيح نعم لوحة المفاتيح ثم جئنا بهذه القردة وعطينا كل واحد فيهم لابتوب وأغلقنا عليهم الباب عندهم طعم لعدة أشهر وقلنا لنرى كيف تنتج الحركة العشوائية لأصابع القردة على لوحة المفاتيح كلاما مفهوما لابد أننا إذا أعطيناهم فرصة طويلة سنجد كلمات لها معنى وإذا طالت الفرصة أكثر ربما نجد قصيدة لشيكسبير كتبها أحد هؤلاء القردة إذا كانت العشوائية تنتج كونا منتظما هذا الانتظام ومنضبطا هذا الانضباط فيمكن للعشوائية أن تنتج رواية أو قصة أو بيتا من الشعر وصوروا هذه التجربة وفي نهاية الأمر اكتشفوا أن هذه القردة على طول هذه المدة لم تنتج كلمة واحدة مقروئة أو مفهومة أو ذات معنى تمام؟ فإذا كانت العشوائية لا تستطيع أن تكتب كلمة في سطر على الورق فكيف العشوائية أن تنشئ هذا الكون المنضبط الكبير؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم دلنا بوضوح من أين أتى الإنسان وأنه أرقى بكثير من المكونات المادية من حفنة التراب وقال الإنسان لم ينشأ من حفنة التراب وإنما حفنة التراب كانت المادة التي صنع منها ثم جاءت النفخة الإلهية النفحة الإلهية التي جعلت الحياة تسري في أوصال هذا الإنسان والتي منحته العقل المفكر يعني يا أخي خلي حتى فرضا وجدلا يعني الإنسان تطور عبر سلسلة بدأ من خلية غير حية فحصلت طفرة حوالتها لخلية حية وبعدين نشأت أنواع من المائيات وبعدين بقت أسماك والأسماك تطورت حتى نشأ منها ما هو بري حيوانات برية وبعدين الحيوانات البرية تدرجت عبر سلسلة من القروض في نهاية المطاف ثم إلى إنسان خلينا نفترض أن الدروين عنده حق من أين جاء العقل في الإنسان؟ الطفرة الجينية عملت شكل جديد وجسد جديد موافقون لكن هذا العقل من أين أتى؟ لم يفسر ولا واحد من الدروينين هذه المسألة أحدهم يقول لك والله ثم حدثت المعجزة أي معجزة أنت تقول ليس هناك معجزات؟ والآخر يقول هذا سر ما زال مخبوءا سوف يفسر العلم في مرحلة لاحقة يحيلني إلى مجهول الله عز وجل رفع عنا هذا العناء كله وقال إن خلق الإنسان كان تكريما إلهيا وإن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي خلقه الله بيديه ثم نفق فيه من روحي ثم أسجد له ملائكته غاية التكريم ثم علمه ما لم يعلم الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها قبل أن يعلم الملائكة هذه الأسماء ثم امتحن الملائكة في هذه الأسماء فتبينت الملائكة أنها لا تعلمها ثم قال لآدم آدم ثم قال لآدم علمهم بأسمائهم فآدم لبعلم الملائكة بهذه الأسماء والعلوم ليظهر الله عز وجل تكريم الإنسان حتى على الملائكة على سائر الخلائق هذا يقود إلى أدخلتنا الآن في العقيدة والحقيقة أنا كنت أختزن هذا السؤال لك يعني لو توضح لنا دكتور الفارق بين بعض المصطلحات التي قد تكون إشكالية عند كثير من المسلمين الإيمان التوحيد العقيدة كيف يمكن تفكيك هذه العلاقة الجدلية بينها يعني بدون شك المصطلح تطور كثيرا عبر الزمن في بداية الأمر كان يسمى هذا العلم يعني هذا النوع من العلم ثم في البداية علم الإيمان وكتبت كتب بهذا الاسم زي الإيمان لابن منده وغيره وكتبت كتب باسم الأسماء والصفات ككتاب البيهاقي وغيره وعبر أحيانا بعض كتب أسماء الله الحسنى زي المقصد الأسنى للغزالي وزي الأسنى للقرطبي شرحت أركان العقيدة ثم استلح مؤخرا على تسميته في العصر الحديث بعلم العقيدة كل هذه المصطلحات دالة على علم واحد يعالج لنا قضايا الإيمان إن جاز التعبير وهي ما ينبغي على المسلم أن يعتقده في نفسه وفي خلقه في ربه وفي صفاته وأسمائه في مصيره بعد هذه الحياة فيما يجب عليه أن يعمله في الغيب الذي أمره الله أن يعتقده كالإيمان بالملائكة واليوم الآخر والحساب والصراط والميزان والجنة والنار هذا العلم بجملته ويمكن أن نسميه علم الإيمان أو علم التوحيد أو علم العقيدة أي أن كان المصطلح يندرج تحته كل هذه الأركان التي ذكرناه نقطة مهمة يجب أن نشير إليها دكتور الإيمان هذا يتكون عند المسلم بالتلقي أم بالتقليد أم بالاستشعار ذاتي الإيمان باستقراء الكتاب الكريم القرآن العظيم له ثلاثة روافد الرافد الأول هو رافد الفطرة الله سبحانه وتعالى خلق كل خلقه مفطورين على الإيمان بوجوده الذي أعطى كل شيء خلقه المادي يعني ثم هدا ثم غرس الفطرة التي تجعل كل مخلوق من داخل نفسه في قرارة حياته معتقد بوجود الله سبحانه وتعالى حتى الطير الحيوان أخبرنا الله أن كل هذه الخلائق تسبحه فالإنسان مفطور على الإيمان لذلك إذا أكمل في طريق الإيمان يطمئن لأنه ليس في داخلي تنازع داخلي بين معتقده الذي اختاره وبين فطرته تمام؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن النفسي، الاستقرار، الطمأنينة، السكينة النفسية وإذا حاد الإنسان عن طريق الإيمان يدخل في معادلة الصراع عن نفسي على طول لأنه في داخله شيء يقول له أنت على الخطأ قبل أيام كنت أسمع محاضرة لأحد الملاحظة الكبار في بريطانيا وفي مقدمة المحاضرة يقول أنني ألتقي بكثير من زملاء الملحدين وأجدهم نادمين على ترك الإيمان القديم وأجد كثيرين منهم يحنون إلى تلك الأزمنة التي كانوا فيها مؤمنين بوجود إله وأجدهم يعني يقولون كانت حياتنا أفضل قبل أن نختار للحد أنا أفهم جيدا أين يأتي هذا من الصراع الذاتي الداخلي بين الفطرة وبين العقيدة الخاطئة التي اختارها فالمصدر الرافض الأول من رافض الإيمان أخي الكريم هو الفطرة التي أودعها الله في نفوس البشر الرافض الثاني ورافض العقل العقل أيوة إذا فكر وتأمل وتدبر في الكون وما أكثر العقول التي وصلت بالتفكر والتأمل والتدبر إلى اعتقاد وجود الله سبحانه وتعالى من أول سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي فطرته وهو صغير جعلته يرفض الوسانية التي عاشاها قومه على رأسهم أبوه وأزر وينصرف عنها ثم بدأ يبحث بعقله حتى استقر عقله على أن هناك إلها واحدا لا يقبل التعدد لا يمكن يكون إلا أنشأ هذا الكون كله متعدد أليه متعدد هذا مستحيل اثنين أن هذا الإله لابد أن يكون غير مادي أو يعني غير أرضي ليس موجودا في الأرض ولذلك إبراهيم بعقلي بدأ يبحث عن الله في السماء فرأى كوكبا وبعدين القمر وبعدين الشمس إذن إبراهيم واخد قرار أن الله لا يمكن أن يكون أرضيا تطاله أيدي البشر أو يعيش بين البشر لا يمكن أن يكون كذلك النقطة مهمة هذه فقط دكتور يعني كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستدل على وجود الله بالمحاكمة العقلية لكنك قلت أن العقل هو الرافض والثاني بعد الفطرة للإيمان هل العقل هنا لتعزيز الإيمان أم للاستدلال على طبيعة هذه الإيمان يعني ما دور العقل؟ العقل أقصى ما يستطيع أن يصل إليه هو الإقرار بوجود إله أنه يصل لنتيجة أن هذا الكون ليس عشوائيا وأنه لم تنتجه ولم تصنعه أيدي مختلفة وإرادات مختلفة وأنه لا تحكمه قرارات متعددة لابد أن هناك مصدرا واحدا للإيجاد ومصدرا واحدا للتدبير وربما يصل أيضا إلى أن هذا الإله كبير وعظيم ويعني مريد للخير وإرادته نافذة وعلمه كامل وعلمه مطلق كثيرون من الفلاسفة من أول أفلاطون وأرستو ومرورا بالمعاصرين وهم كسر والأنبياء قبل الوحي وصلوا إلى هذه المسألة إلى وجود الله سبحانه وتعالى ثم ماذا؟ ما هي صفات هذا الإله؟ لماذا خلقنا؟ ماذا يريد مننا؟ الوحي أي مما صيرون بعد هذه الحياة؟ يأتي الرافض الثالث وهو الوحي فلا يمكن أن يكتمل الإيمان بدون الوحي ولم يستطع أحد حتى ولو كان الآن في الغرب يصنفون الناس إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو القسم الملاحدة الذين ينكرون وجود الله أصلا ويرون أن كل الحياة مادة والقسم الثاني من يسمونهم الآن الربوبيين الذين يؤمنون بوجود إله لكنهم لا يؤمنون بالأديان فالقسم الأول لا يدين لله لا بخلق ولا بأمر ولا بوجود حتى والقسم الثاني يدين لله بالخلق ولا يدين له بالأمر في إله خلق لكن ما فيش أديان خلص هو خلقنا وترك لنا الحبل على الغارب نؤمن بوجوده وبعد كل واحد يفعل ما يشاء تمام؟ والمستوى الثالث هو مستوى المؤمنين بالأديان الذين يعتقدون أن لله الخلق والأمر ويبحثون في دينهم صحيحا كان أو كاذبا عن الأمر الذي أمر الله به ليعيشوا حياتهم من خلاله فالرافد الثالث من روافد الإيمان ورافد الوحي ولذلك إبراهيم وصل إلى وجود الله وأقر بوجوده وبحث عنه في السماء فلم يهتدي إليه وقال لئن لم يهديني ربي لئن لم يكن هناك وحي يكمل لمنظومة الإيمان لا يمكن أن أصل إلى الإيمان فجاءه الوحي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فلما جاء الوحي تم الإيمان واكتملت روافده الثلاثة وإذا غاب واحد من هذه الروافد الثلاثة لن يكون هناك إيمان كامل حتى مع الوحي الوحي زرع ينبت في تربة الفطرة والعقل القلع العقلي وإذا كان الإيمان موروسا بغير قناعة عقلية بيبقى إيمان هش وإذا كان بغير فطرة بإيمان جامد وبارد غير منتج فلابد من إيمان ناشئ عن فطرة سوية وعقل مفكر ووحي هاد حتى يصل الإنسان إلى كمال الإيمان لكن ما المقصد الكل من الإيمان يعني الله سبحانه وتعالى دعا الناس إلى الإيمان وأنزل يديهم الوحي وخلقهم على فطرة الإيمان ما المقصد من الإيمان المقصد النهائي وإذا انحرفوا عنه وانصرفوا عنه شقوا في حياتهم الدنيا وشقوا في الآخرة والله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم يحذرنا من خطورة لانحراف عن المنهج الإلهي الذي أوحاه الله إلى أنبياء ويبين لنا أنه من أعرض عن هذا المنهج فإن له معيشة ضمكة ونحشره يوم القيامة أعمى وأنه من التزم بهذا المنهج أحياه الله عز وجل حياة طيبة وكرمه باستقرار القلب والنفس في الحياة والرضا في الحياة ثم في الآخرة له الدار الخليدة الباقي ولذلك أنا أقول لك يا أخي الكريم عجيب جدا في ظل انفتاح الحياة المادية التي يرى العقل الغربي المادي فيها أنه بيحقق بها سعادة الإنسان ويرى أنه حرمان الإنسان بعض شهواته وملازاته ينتقص من سعادته في الدنيا فنعمل إيه؟ تعال نفتح باب الشهوات والملازات إلى أقصى مدعي على مسراعي وخلي الإنسان ينهل من هذه الشهوات المادية ليه حتى يسعد وأنا أسأل هنا هل هذا الطريق حقق الإنسان السعادة؟ ولا أوصلنا إلى رقم واحد أعلى معدلات انتحار جريمة اثنين أعلى معدلات جريمة تلاتة تفكك أسري تدمير المجتمع ذاته المجتمعات الغربية بمادياتها المفرطة الآن وصلت إلى أنها مجتمعات بدون مستقبل للأسف الشديد حياة إنسانية شقية جدا كنا نحب وما زلنا لهم أن يعيشوا حياة كريمة طيبة ولكل خلق الله نحن المسلمين نحمل دعوة الخير للناس وأنا أتمنى لهم جميعا أن يصلوا الأيمان ليسعدوا في الدنيا والآخرة فالمجتمعات الغربية الآن معدلات الإنجاب فيها مروعة متدنية جدا جدا يعني آخر إحصائية يمكن في 2010 عن دول الاتحاد الأوروبي مجتمعاتا أن معدلات الإنجاب كل 24 بالغ 12 راجل و12 امرأة بينجبوا في حياتهم كل 11 طفل بمعنى أن كل جيل ينجب أقل من 50% من عددهم وبمعنى ذلك أيضا أن هذه المجتمعات في تناقص في تناقص في تناقص والحياة تزوب تنتهي تختفي ولولا أنهم يعني ينكلون عملية نقل دم لمجتمعات عبره فتح باب الهجرة إلى هذه البلاد لربما كانت هذه البلاد في طي النسيان منذ عقود فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان لأن فيه أولا إحقاق للحق يا دي حقيقة الأمور أن الله الذي خلق وأن الله الذي انفرد بالخلق وبكل هذه الكائنات إيجادها وأن الله سبحانه وتعالى والذي يملك كل شيء في هذا الكون يملك المصائر والذي سينهي هذه الحياة البشرية في الوقت الذي يريده والذي سينكل البشر إلى دار آخرة لها قوانينها هذه حقيقة الأمور الأمر الثاني أن في هذا الإيمان صلاح البشرية وسعادتها الأمر الثالث أن هذا الإيمان فيه تكريم للإنسان هذا التصور الإيماني للخلق والحياة الإنسانية أرقى تصور في تكريم الإنسان لكن دكتور بحسب ما فهمت من كلامك أن الإيمان ليس مطلقا وإنما هناك خريطة ربانية ترسم معالم هذا الإيمان لكي يهتدي المؤمن بهدي الله في تحقيق هذا الإيمان ولكن هذا يقودنا إلى الحديث عن هذا الإيمان ربما يفرز منظومة حياة حضارة نمط حياة نمط ثقافة معايشة كل شيء يعني هذا يتمثل في جملة التصورات والجهاز المفاهيمي الذي يتشكل لدى المؤمنين هذا مورد أن أبحثه معك ولكن لو أذنت لي أن أذهب إلى فاصل نذهب إلى فاصل قصير قبل العودة لاستكمال الحديث ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله وهذه عودة لمتابعة الحديث في شأن العلاقة بين الإيمان وسلوك المسلم مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أهلا وسهلا أستاذ جاهد تحدثت عن الإيمان وكيف يبنى وكيف يتشكل وما أسميته روافد الإيمان وهي الفطرة والعقل وثم يأتي الوحي دكتور الإيمان ما العلاقة بينه وبين نشوء المفاهيم والتصورات لدى المؤمنين سواء كان هذا الإيمان مثلا بوذيا إيمانا نصرانيا إيمانا مسلما العلاقة بين الإيمان كفكرة أو كظاهرة وبين ما ينشأ عنه من تصورات وجهاز مفاهيم بدون شك الإيمان يصوق شخصية الإنسان من الداخل ويحدد تقريبا خياراته في الحياة ويحدد جملة مشاعره التي يعيش بها أحداث هذه الحياة ودعني أتكلم مباشرة عن الإيمان من المنظور الإسلامي الإيمان من المنظور الإسلامي يقول لك أنت كمسلم عبد لله في كل أحوالك ستتقلب في مقامات كثيرة في هذه الحياة تمر بغنى وفقر وصحة ومرض وبلاء وعافية وقلة وكسرة وأشياء كثيرة جدا وفي كل مقام هذه المقامات ابحث عن العبادة الواجبة التي تصل بك إلى الإيمان وإلى تحقيق الإيمان في حياتك ولذلك عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا أو يكون عبدا رسولا اختار أن يكون عبدا رسولا ولما عرض عليه أن تكون له بطحاء مكة زهبا أبى ذلك وقال اللهم لا ولكن أجوع يوما وأشبع يوما فإذا ما جعت سألتك وإذا ما شبعت شكرتك فكرة أن أظل دائما تتقلب بها الحياة ولا يتقلب الإيمان ولا يتبدل يظل الإيمان والمركب السفينة التي أركبها في عرض البحر فتأتي الأمواج ولا يعني تهتز السفينة مع الأمواج لكنها لا تنقلب وتظل دائما فوق سطح الماء هكذا الإيمان في حياة الإنسان هل هذه القضية مهمة يمكن أن تنتج عنها ثقافة وحضارة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجوع يوما وأشبع يوما هل هذه خاصة بالنبي أم أنها تنعكس على الأمة المسلمة بمعنى أنها لديها موقف معين من الرفاهية أو من الترف يعني كيف يمكن لا ليس موقفا من الرفاهية إنما هو معناها نقطة دقيقة جدا أنني يا رب لا أعبدك على شرط على ذكر قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين المؤمن يرحب بنعمة الله إذا تمكن منه إذا أمكنته إذا وجد فرصة إليها وإذا وصل إلى الغنى والسراء والرفاهية يفرح بنعمة الله عليه ويسخر ذلك لطاعة الله وعمل الخير وتنمية الحياة وسعة الناس من الفقراء والمساكين والمحتاجين والعمل الذي يجدوه في الآخرة فيصل إلى الطمأنينة واليقين والرضا بالمال وإذا فقد هذا المال لا تنقلب الدنيا عنده رأسا على عقب وإذا عانى قلة منه أو مر بضائقة مالية يجد في الإيمان عصم ويجد في الإيمان طمأنينة كطمأنينة الغنى يقول أنا أعيش ويذي الحياة عبدا أتعبد لله في حال الفقر كما أتعبد له في حال الغنى أنا لست عبدا لله على شرط أنا عبد لله عبودية مطلقة هذا هو المعنى يا أخي الكريم وليس معنى ذلك أبدا أن المسلم يرفض تطور الحضارة ولا يرفض وسائلها الحديثة ولا يرفض نعمة الله التي هدى الإنسان إليها فينكرها ويصر على نمط معين من الحياة الإيمان روح يمكن أن تسري في كل أنماط وأشكال الحياة ويمكن أن تقيم كل مستويات الحضارة وليس هناك أي تخاصم أو قطيع بين الإيمان وبين التطور العلمي أو التطور الحداثي للحياة هذا ما كنت أريد أن أسألك عنه الجهاز المفاهيمي الذي يتشكل عند المسلمين هم يستقونه عادة من الكتاب ومن السنة خاصة في مسائد الحياة والكون كما قرر الله سبحانه وتعالى في الوحيين إذا ما تعارضت هذه الحقائق القرآنية مع حقيقة علمية أو ظاهرة علمية توطأ على صحتها علماء غربيون مثلا كيف للمسلم أن لا يهتز جهازه المفاهيمي عندما يظهر نوع من التعارض الظاهري بين الحقيقة القرآنية والظاهرة العلمية أولا من رحمة الله بعبادي أن هذا لم يحدث ولا يمكن أن يحدث وأنه حتى الآن المنجز العلمي سواء في الفلك أو في خلق الإنسان أو في النبات أو 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 لا يتعارض مع القرآن ومع الوحي الإلهي إلا حيث يخطئ الإنسان في التصور العلمي والتقدير العلمي وما زال تطور العلم يثبت لنا دقة التوصيف القرآني لهذه الأشياء خلافا للكتب الدينية الأخرى التي طالها التحريف أو التزيف حتى أنه واحد زي الطبيب الفرنسي الشهير موريس بوكاي كتب كتابه المعروف المشهور التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث ليقول أنه بميزان العلم الذي وصلت إليه البشرية عندما نقرأ في التوراة والإنجيل نشعر أننا أمام كتب خرافة وعندما نقرأ في القرآن الكريم نجد تواؤما وتوافقا عجيبا بين القرآن الكريم وبين كل الحقائق العلمية التي وضعنا أيدينا عليها فالغالب بفضل الله أنه لا يحدث تعارض بل بالعكس كل حقيقة علمية حديثة نجد لها ظلا أو أثرا أو تصديقا في القرآن الكريم لكن نشأة الكون متعارضة مع حقيقة ما هو ليس حقيقة علمية نعم يعني أقصد هذا التصور المستقر لدى الحضارة الغربية والحضارة الغربية هي مسيطرة الآن يعني تسيطر معذرة الدكتور يعني انطلاقا من العولمة الحضارة الغربية في جملة تصوراتها تسيطر وتدفق المعلومات من جانب واحد من الغرب إلى الشرق وثمت ربما يعني بعض اللوثات لدى بعض المفكرين الإسلاميين المتأثرين به هذه الأفكار الغربية والحضارة الغربية كيف يتعلق بنشأة الكون؟ بدون شك العالم يعيش الآن ما يمكنه أن نسميه فتنة العلم وبعدين هم بدأوا يضعون العلم في غير موضعه العلم يكشف عن قوانين الحياة هذا كل ما يحدث ولا يكشف عن موجدها عن واضع هذه القوانين فأنت تريد أن تقول لي خلص أنا لست بحاجة إلى وجودي لأنني سطعت أن أعرف القوانين التي يسير بها الكون هذا خلل مفهومي كبير أنت تفهم القوانين التي يسير بها الكون لكنك لا تجيب على سؤال من وضع هذه القوانين وسير عليها الكون هل هذه القوانين صنعت أنفسها للطبيعة صنعت نفسها وصنعت قوانين؟ لا يمكن فالعقل الغربي أنا أقول لك يا أخي الكريم أنه منقسم على نفسي ومتعارض مع نفسي أولا الغرب ليس كله ملحدا هذه حقيقة وليس كله مسيحيا وليس كله ربوبيا للغرب منقسم بين تيارات شديدة جدا الأمر الآخر أن الإسلام في العقود الأخيرة يجد له في الأرض في التربة الغربية تربة خصبة ينتشر فيها يتمدد بسرعة غير عادية ولعلك إذا رجعت أعداد المسلمين في أي دولة غربية حتى وفق الإحصائات الرسمية تكتشف أنها تنمو نموا هائلا العقل الغربي يا أخي الكريم يجد رغم ضعف عرضنا للإسلام رغم أن عندنا معوقات تحول بين وصول صورة الإسلام الصحيح والعقل الغربي أما تأتي حادثة مروعة لواحد بيقتل بطريقة بشعة في سفارة بلاده للأسف شديد هذا نعكس على العقل الغربي إنعكاسا سلبيا جدا هؤلاء مسلمون يفعلون هذه الجرائم فلا يمضي قدما في البحث عن الإسلام وتخلفنا الحضارية أحد عوائق انتشار الإسلام في العالم وعلى الرغم من ذلك فإن الإسلام بقواته الذاتية لا بحركات المسلمين ينتشر ويفرض نفسه كأول وأكبر الأديان انتشارا على ظهر الأرض أنا أقول لأن الإسلام يملك الإجابة على هذه الأسئلة الحائرة ولأن العقل الغربي الذي أشقته النظريات المادية يجد قراره وطمئنينته في هذا الدين في هذا السياق دكتور حاتم في بناء التصورات والمفاهيم ثمت ربما ملمح نريد أن نتحدث عنه كيفية صوغ العلاقة بين الإيمان وبين العبادات عندما يأتي المسلم عباداته من صوم وصلاة وزكاة وحج يعني كيف يمكن أن يؤثر الإيمان وحقيقة الإيمان على هذه العبادات بحيث لا تكون حركات ميكانيكية آلية مجردة من أي معنى وقيمة دائما وأبدا إذا ذكر العمل الصالح في القرآن الكريم يذكر مقرونا بالإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ما دلالتها هذا؟ دلالتها أن المطلوب ليس هو أشكال العبادات المطلوب وتحقيق الإيمان أولا ثم صدور العبادات عن قاعدة الإيمان لما ابن القيم يقول أن العبادات المطلوبة في الإسلام الصحيحة يعني لابد أن تكون ناشئة عن الإيمان ثم هي تعود عليه فتقويه فالعلاقة علاقة الأصل والفرع الشجرة الأم والفروع التي أو الأشجار الصغيرة التي نشأت حولها هذه الشجرة الأم هي أصل الخليفات التي حولها لكن هذه الأشجار الشط الذي خرج حولها يعود إليها فيقويها ويثبتها ويزيدها رسوخا ويجعلها ليست شجرة واحدة ولكن أرومة من الشجيرات أو من الشجرات في مكان واحد ومن ثم الإيمان هو الأصل في حركة المسلم في الحياة سواء كانت حركته التعبدية أو كانت حركته الاجتماعية علاقاته بالناس أو كانت حركته الحضارية بناؤه وعمله ورصيده الحضاري لابد أن يكون الإيمان قاعدة لكل هذه التصورات والتحركات فإذا كانت هذه الحركات منفصلة عن الإيمان شكلا بغير روح صورة بغير مضمون فإنها لا تساوي عند الله شيئا هل ثمت علاقة بين الإيمان أو طبيعة الإيمان لدى المرء وبين سماته الفردية والشخصية بدون شك فيه كل شخصية لها نمط ولها تكوين خاص بها الإيمان وظيفته أنه يعظم ما في هذه الشخصية من جوانب الخير ويكف ما فيها من جوانب الشر واحد غضوب ومندفع ويعني جريء على الاعتداء هذه طبيعته من هنا تنشأ المدافعة ربما الإيمان يأتي ليلجم هذا الغضب الشديد وعندما رأى النبي يسعى سمراجل غاضبا ورأى الغضب في وجهه وقال له أوصيني يا رسول الله قال له لا تغضب زدني يا رسول الله قال لا تغضب زدني يا رسول الله قال لا تغضب لا تحاول لن أقول لك إلا ذلك حتى يكون الإيمان صحيحا لا بد أن يسيطر على هذا الغضب فلا تقع في خطأ بسبب غضب لم يلجمه الإيمان وهكذا كل أمر وهكذا الشهوة وهكذا الشبهة وهكذا السمات الشخصية السلبية أو الجوانب السلبية في السمات الشخصية الإيمان هو ضابط لهذا كله ومسيطر ومؤمن عليه ودافع للإنسان بكل سماته وحركاته في الطريق الصحيح يعني أفهم من كلامك دكتور حاتم أن الإيمان هو يعظم جانب الوعي لدى المسلم فيكون عابدا مؤمنا بوعي بحيث يتغلب على صفاته السلبية ويمكن صفاته الإيجابية طبعا بدون شك وهذا يعني روح يسري في نفس المسلم حتى آخر نفس له في الحياة وإذلك النبي عليه الصلاة يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة خلاص القيامة قامت يا أخي إيه قيمة عمر الصالح والإيه ما بتقوم أهلا فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها لأنه المسلم مطالب أن يعبر عن إيمانه بصورة حركية بصورة ظاهرة بصورة حضارية حتى آخر نفس من الحياة وحتى لو بدى له أنه كأنما يحرص في البحر أنت مطالب أن تعبر عن إيمانك وتقول كلمة الحق وتلقي بزرة الحق في الأرض ثم تمضي إلى الله عز وجل عندما يحين الأجل المسلم إذا استقر الإيمان في قلبه فهو كائن إصلاحي وكائن خير وكائن بازل وعامل لا يتوقف عن العمل والبازل والبناء الحضاري حتى آخر نفسه ولذلك الله سبحانه وتعالى قال نبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب الإيمان يا محمد لا يعرف سقونا فإذا انتهيت من بناء وإصلاح وخير في الأرض فابدأ في بناء وإصلاح وخير نعم حقيقة دكتور الآن نحن المسلمون والعالم كله يأنه تحت تأثير العولمة القادمة من الغرب عولمة الأفكار وعولمة الثقافة ونمط الاستهلاك والحياة إلى آخره كيف يمكن للطاقة الإيمانية المتفجرة في كيان الإنسان أن تواجه هذه العولمة من دون الانحراف نريد أن نبحثه بعد فاصل أخير لو أذنت لي وصلنا إلى الفاصل الأخير في هذه الحلقة نعود بعد قليل اشتركوا في القناة حياكم الله ومشاهدين الكرام وأهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج مقاصد دكتور تحدثنا قبل الفاصل على أن هناك عولمة تضرب أمواجها كل ركن وزاوية من هذا العالم وربما كثير من الثقافات سقطت أمام هذه العولمة وضيعت ملامح هذه الثقافات السؤال هو المسلم عنده طاقة إيمانية حتى لا تكون هذه الطاقة مجردة ومعزولة تتلاطمها أمواج هذه المادية العاتية في العالم كيف يمكن الإفادة من هذه الطاقة الإيمانية في مواجهة هذه الأفكار الوافدة منها طيب هو الحضارة المادية الغربية في طورها الأخير إذا أردت أن تصفها بكلمة بأخص خصائصها يعني فأنا أقول لك أنه أخص ما فيها السيطرة هذه الحضارة حضارة هيمنة بدرجة مرعبة قوة تريد أن تسيطر على كل شيء في الحياة تريد أن تسيطر على أفكارك أنت وأنت في بيتك وعلى نمط حياتك أنت في قرية نائية في العراق أو سوريا أو مصر أو السودان أو إفريقيا أو أي مكان فتعيش نمط الحياة الذي يريدونه لك كنت نزعت التغلب أه الهيمنة الشديدة والسيطرة الشديدة ولذلك هم سموا عالم واحد في كل شيء عالم واحد في نمط التعليم عالم واحد في نمط اللبس والزي والثياب وهذا ليس مشكلة إنما عالم واحد في نمط التفكير القيم منظومة القيم إذن ما هو أول الطريق إلى الخروج من هيمنة هذه الحضارة الغربية أو العالمة الغربية رقم واحد أن نصر على خصوصياتنا العقدية والفكرية باختصار شديد أن تظل مساجدنا ملأة وأن يظل القرآن الكريم يحفظ والصغار يلقنون ويتلقونه ويفهمون معانيه ويحافظون على عباداتهم وشعائرهم وأن تتدرج الأمة في أن تعيش حياتها بمفاهيم الإسلام أخي الكريم بدون شك هم أثروا فينا وفرضوا علينا نمطا من الحياة المادية خليني أضرب مثال بسيط تفضل لما حضرتك جيد تتزوج تمام كان عندك استعداد أنت وزوجتك تبدأ من الصفر تمام وأجيالنا أو الأجيال اللي قبلنا كانت كده عندهم استعداد يبدأوا في بيت صغير بإمكانيات قليلة ويستكملوا أدوات الحياة على مهل يعني لكن لدينا الآن أجيال لا تفعل ذلك وتريد البنت خلاص نشأت على هذه الثقافة أن تتزوج بالمواصفات الكاملة بشقة مؤسسة بكل شيء تمام ده تغليب للفكر المادي يعبرون عنها دين ودنيا يقولون هذا سيطرة للمادية مظهر مظاهر سيطرة المادية الغربية على حياتنا أفكارنا أيوة بها سيد النبي صلى الله عليه وسلم زوج السيدة فاطمة بأي صر ما يمكن تصوره من أدوات الحياة وعلي وفاطمة نعم قبل أن فاطمة تتزوج في بيت فيه بساط فرشة صغيرة جدا ووسادتين حشوهما من ليف وقعب للماء وصحفة للطعام هذه مفردات البيت اللي جوزت فيه سيدة فاطمة وخرج منه العلماء أيوة في وقت كان في حضارة الفرس وحضارة الروم بماديتهم ورفاهيتهم وقصرهم وإلى آخره تمام فاحنا جينا الآن بنعيش حياة متطلباتها تصورنا لها المتطلبات المادية الكاملة لابد أن يكسر هذا وترجع الأمة مرة تانية توازن بين القيم الإيمانية وبين المادية ومتطلبات الحياة المادية ويبقى ما عندناش مانع يا أجيالنا وأولادنا وبناتنا لطلعين نبدأ حياتنا زي ما أبقنا بدأوا ونعيش رحلة الحياة مش لازم نبدأ من خط النهاية نقطة مهمة أشرت إليها دكتور حاتم يعني في هذا السياق نفسه في هذا السياق نفسه ما الثمرة العملية التي ينبغي أن تثمر على جوارح المسلمين انطلاقا من إيمانهم يعني كيف ينعكس هذا الإيمان واقع العملية على جوارحهم في سياق مواجهة العلماء والأفكار الوافدة منها والله الإيمان يصنع تصورا خاصا للمسلم لا يستسلم للأفكار المصدرة إليه من الغرب اثنين يجعله يعيش نمط حياء مرتبطا بهذا الإيمان وزي ما قلنا ما عنده حرف واحد مصر أن يعيش عليه حياته يقبل تقلباتها ويقبل أن يخد غمار الحياة ويترقى في براتبها ويتحمل عوارضها المختلفة ويعيشها بنفسية المؤمن اللي كل تطلعه إلى الآخرة وللغاية رقم واحد في حياته أن يكون في الجنة يوم القيام وليست الغاية رقم واحد في حياته أن يستكمل مظاهر الرفاهية في الدنيا هذه النقطة الفريقة ربما أشارنا إليها قبل ذلك في فرق كبير بين أن عيشت الدنيا وهي عندي من باب الوسائل حتى لو بلغت أعلى درجات الرفاهية وبين أن تكون الدنيا عندها الغاية هنا يكون المسلم قد انحرف عن الطريق الإلهي والوصفة الإلهية الإيمانية ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يا أخي الجهاد يركز لنا على إرادتنا في هذه الحياة من كان يريد العاجلة غاية العظمة هذه الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم إصلاها مزمومة مدحورا ليس هذا هو طريق الإيمان ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن سعى لها سعيها في الفقر والغنى والصحة والمرض كل الأحوال اللي مر بها واحتفظ بقضية الإيمان فلم ينحرف عنها فأولئك كان سعيهم مشكورة وده العمل والسعي والبذل اللي ربنا بيقبله ويسعد به الإنسان في الدنيا والآخرة تمام؟ اللي بيبني كل طموحاته على الدنيا ما أسهل أن تتحطم هذه الطموحات في لمحة عيد واللي كل أماله وطموحاته في الآخرة والله لو انقلبت الدنيا رأسا على عقب لا تتحرك له شعرة من رأسه هذا هو المطلوب من المسلم إذن أن تكون لدينا تصوراتنا الإيمان واحتفظ بها نمطنا في الحياة المرتبط بقضية الإيمان ونحتفظ به وعينا بأننا أمة مختلفة أمة لها يعني إطارها الحاكم عقديا ومفاهيميا ودينيا وأننا أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وشعورنا بمفهوم الأمة وأننا لسنا جزءا منصهرا في هذا العالم المادي الغربي نحن جزء من العالم لكننا محتفظون بخصائصنا كأمة وهذا الوعي الحضاري في الحقيقة رغم الفترة الطويلة التي مضت على الأمة في رقود حضاري إلا أن هذا الوعي الحضاري ينمو الآن بسرعة هائلة في نفوس هذه الأجيال ربما كانت ثورات الربيع العربي نقطة تحول في هذا الوعي الحضاري في أمة تريد أن تعيش مختلفة وهذا حقها ما فيش حاجة اسمها نهاية التاريخ والعالم كله بقى حاجة واحدة قرية واحدة نسيطر عليها ولا حاجة اسمها صدام الحضارات ففي معدى حضارية كبيرة هضمت كل الحضارات وتمثلتها وحولتها إلى حضارة واحدة هذا كلام مرفوض تماما بالنسبة إلينا نحن حضارة مستقلة سنظل مستقلين في خصائصنا العقدية والإيمانية والحركية والسلوكية والاجتماعية وسنظل محتفظين بهويتنا الدينية مهما كانت عواصف العولمة ونحن نزعم أن هذه العواصف مردودة على أصحابها وأن الإسلام سيعزوهم في عقر دارهم لا بالسيف ولا بالجيوش وإنما بمنظومته الإيمانية التي تملك طوق النجاة للبشرية هذه المنظومة الإيمانية التي يعني أعطاء من خلالها الله سبحانه وتعالى للمسلمين سكى بين قوسين سكى الخيرية كنتم خير أمتين أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الفهم البشر العادي يجب أن يقول أن الإيمان يبدأ الإيمان بعد الإيمان العمل المعروف ثم بعد ذلك السلب النهي عن المنكر ثم بعد ذلك تأتي الخيرية لكن الآية جاءت بخلاف ما قد يتصوره الإنسان العادي يعني كيف يمكن فهم هنا وجود الخيرية الإسلامية وارتباطها بالإيمان وهو في الآية قاس هذا الإيمان بأثاره في الحياة كأنه يقول أنه ليس المقصود هو الإيمان الذي يولد في القلب ويموت في القلب وإنما الإيمان الذي يولد في القلب فيتحول إلى حركة تملأ الأرض طولا وعرضا تحارب كل منكر على ظهر الأرض وتقوي كل خير تمام؟ فإذا حربتم المنكرات بالأدوات التي يعني تؤدي إلى انتهائها وذكيتم الخيرات في الأرض والأشياء النافعة بذلك يتحقق الإيمان تمام؟ فكأن الآية يعني أرادت أن تقيس الإيمان في الحياة المسلمين بأثاره في هذه الحياة لكن رضا المؤمنين بالفساد في الأرض دليل على خلل الإيمان قعود المسلمين عن نشر الخير في الأرض وعن تطوير الحياة الإنسانية لما فيه صالح البشرية تقسير في قضية الإيمان وعليه فالإيمان كما قلنا وكررنا هو قضية متحركة ضابطة لحركة الإنسان في الحياة وليس مجرد عقيدة ساكنة باردة يعيش بها الإنسان في قمق الدكتور عمر الأشقر له مقالة طيبة جدا تذكرتها الآن قال هو رجل متخصص في العقيدة وله فيها سلسلة طيبة قال أنا يعني شغلني جدا كيف حولت العقيدة المسلمين الأوائل من أفراد يعيشون في البادية لأناس بنا وحضارة ملأوا بها العالم كله ما هي تلك العقيدة يعني التي ملأت النفوس بهذه الطاقة قال فذهبت إلى كتب العقيدة واجعلت أقرأ 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 فما وجدت فيه المعلومات الموجودة في كتب العقيدة هذا الشر العجيب ثم تبين لي أنهما عقيدتان عقيدة خارجية عقيدة داخلية العقيدة الخارجية وضرب لها مسأل جميل جدا ربما يكون من المناسب أن نذكره أيضا قال لو لدينا واحد يريد أن يصعد جبل وصنعنا له شبكة تقيه من السقوط حتى إذا تعصر تلقت هذه الشبكة فلا يسقط هل هذه الشبكة لا تصل به إلى قمة الجبل ولا الإرادة والروح في داخل والعزيمة والإصرار قال كذلك العلوم العقدية المدونة في الكتب بمثابة الشبكة التي تقي الإنسان من الوقوع في الإلحاد لكنه مطالب بإحياء العقيدة في نفسه إحياء الإيمان في قلبه وتحويله إلى وهج يشد من عزمه ومن إصراره حتى يتحول إلى طاقة هائلة منتجة في الأرض هذه العقيدة الحية المتحركة المنتجة الفاعلة هي الإيمان الحق الذي يريده القرآن الكريم وهي النموذج الإسلامي للإيمان هذا أريد أن أبني على هذا الكلام المهم حقيقة دكتور يعني ترى مثلا نضرب مثلا عمر بن الخطاب في الجاهلية كان امرأة عاديا ثم بعد الإسلام صار جبلا في الإسلام وصار حتى مايكل هرت الذي ألف أعظم مئة شخصية في العالم وضع من ضمن هذه الشخصيات ربما في المرتبة 46 عمر بن الخطاب ثم بعد ذلك تسمع عن أحمد بن حنبل هذا الإمام العظيم هذا هذاني مثلا غير الإيمان في سلوكهما تغييرا هائلا ثورة مطلقة ثم نأتي بعد ذلك إلى العصر الحديث مثلا ترى كثيرا من الرجال يحافظ على الصلوات وعلى العبادات ويذكر الله ويقرأ القرآن لكن ترى أثره في الحياة وحتى ربما في بيته يكاد يكون معدوما أين هنا المشكلة كيف يمكن أن يستفيد المرء من الإيمان بحيث يصبح على نسق عمر بن الخطاب على نسق أحمد بن حنبل نحن نحتاج يا أخي الكريم إلى أن نتربى كأم على أن الإيمان إيمان حركة لا إيمان علم فقط الإيمان عندنا علم ينتج حركة بوسع الأرض بمساحة الإيمان نفسه فإذا لم يكن كذلك في خلل في فهمنا لقضية الإيمان سيدنا أبو بكر يقول أنقص الدين وأنا حيوة لا تصور أصلا أصلا أن يكون هناك خلل ديني في الأرض وعلى قيد الحياة والمؤمن الذي تستقر قضية الإيمان في نفسه قرارا حقيقيا استقرارا صحيحا يتحول إلى نموذج عمر وإلى نموذج خالد وإلى نموذج الصحابة الكرام ومن تبعهم من الأسلاف الصالحين جميعا والعصر الحديث ملآن بهذه النمازج يا أخي الكريم عصر الحديث فيه نمازج لا تقل عن هذا إذا تحدثنا عن الذين هداهم الله إلى الإيمان في الغرب بأمثال محمد أسد يوبولد فيتس أو مراد هوفمن ويلفريد هوفمن أو غيرهما من الذين ملأوا الأرض حركة ودعوة للإسلام وتركوا كل متاع الدنيا في مقابل ذلك يا أخي مراد هوفمن كان مرشحا لوزارة الخارجية في ألمانيا عندما استقال كان يبقى وزير خارجية واحد في سلمه الوظيفي ووصل إلى حلم كل موظف الخارجية شاف أن يكون مرشحا لوزارة الخارجية ولكن قضية الإيمان قالت له ليست هذه وظيفتك في الحياة استقال من وزارة الخارجية وتفرغ من حينها منذ أكثر من عشرين أو خمسة وعشرين سنة للدعوة إلى الله عز وجل تمام وألف كتب وأنتج إنتاجا علي عزة بيجوفيتش رحمه الله الذي قاد قضية الإيمان وتحمل في سبيلها ما تحمل على مدار ستين سنة أو أكثر وضحى في سبيلها بكل شيء حتى هذا العصر الحديث ملآن بنمازج الإيمان الحي الفاعل الذي يحول المعلومات المدونة في الكتب إلى واقع يبهر العين ويجذب الناس ويكر الحق في الأرض ويمكر الباطل ويسقطه قدر استطاعته هذا الإيمان الحي المتحرك الفاعل بناء الحضاري تمام المقاوم الذي لا يستسلم هو الإيمان المطلوب من الأمة جميعا وكلما كثرت في الأمة نمازج وهذا الإيمان اقتربت من تحقيق هوية الحضارية ومن تحقيق الشهادة لله على الناس طيب دكتور حقيقة أشكرك على هذه الإفاضة الكبيرة بقي معنا دقيقتان اعتدنا في هذا البرنامج أن نترك آخر دقيقتان للضيف لكي يقول ما لم نسأل عنه وما لم يرد في فحوى هذه الحلقة أن تتحدث عنه في سياق الموضوع علاقة الإيمان بسلوك الفرد وبتصوراته للحياة والمجتمع في دقيقتين أنا أقول بشكل محدد أن قضية الإيمان هي القضية الأولى الآن التي ينشغل بها العقل البشر وأن سمت تدافعا هائلا في هذه المسألة في المحيط الفكري والثقافي في العالم وأنه يعقد سنويا مئات المناظرات حول قضية الإيمان وأن المسلمين غائبون أو يكادون عن هذا المعترك الكبير فإذا ذكر الإيمان تقدم له الإيمان الكنسي ليعبر عن الإيمان والتصور الكنسي عن الإيمان جير مقنع للعقل الغربي فكثيرون من الملاحدة الغربيين المعاصرين وأنا أشعر هذا في كتابتهم رافضون للإيمان الكنسي الثالوس المسيحي والإله المتجسد في سورة بشر هذا جير مقنع للعقل الغربي تفسير الكتب القديمة الإنجيل والتوراء الموجودين لقضية الخلق وقضية الوظيفة الإنسانية وقضية المصير غير مقنع للعقل البشري نحن أمة الإسلام نملك الإجابات الشافية عن كل هذه الأسئلة لكننا غائبون عن المعترك والمسألة كما قال الشيخ رزالي عليه رحمة الله إن مثلنا ومسأل الغرب كمثل قوم ناموا في النور وقوم استيقظوا في الظلام فإما أن يذهب النور الذي بأيدينا إليهم فيضيء به الأرض أو تنتقل الحركات التي عندهم إلينا فننقل نورنا إلى الأرض لا بد من إيمان كامل حي متحرك فاعل يخوض قضية الإيمان في الأرض ويخوض هذا المعترك بإصرار وعزيمة وبعمل ناجز على الأرض وهوية حضارية واضحة تجذب إليها أنظار التائهين في الشرق الغرب وذلك قادم لا محالة في المستقبل القريب لهذه الأمة بإذن الله أشكرك شكرا جزيلا دكتور حاتم على ما أفضت به في هذه الحلقة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدين الكرام التي أشكر في ختامها مرة أخرى الدكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية شكر الله لكم حسن المتابعة في حراسة الله ورعايته اشتركوا في القناة